السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام وأنتم بخير أهلا وسهلا بكم جميعا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله والحمد لله رب العالمين النهاردة أول حلقة من حلقات تعليم التجويد والنهاردة إن شاء الله هنتكلم عن حكم الاستعاذة والبسملة حكم الاستعاذة والبسملة وقبل ما نبدأ عن حكف نتكلم في حكم الاستعاذة والبسملة نحب نتكلم عن حكم التجويد نفسه والتجويد هو معناه التحسين التجويد معناه التحسين وهو إصطلاحا يا جماعة هو إعطاء الحرف حقه ومستحقه وحكمه إن تعليمه تعلم التجويد فرض كفاية يعني مش لازم كلنا نتعلم التجويد ولكن العمل به واجب العمل به واجب وفرض عين على كل واحد لأن ربنا سبحانه وتعالى قال وردت للقرآن ترتيلا وقال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب يعني لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب صحيحة على الوجه الصحيح فإن شاء الله هناخد في حلقات متتالية إن شاء الله أحكام التجويد ونتكلم كل يوم عن حكم أو اتنين إن شاء الله فبداية هنتكلم النهاردة عن حكم الاستعاذة والبسمال فحكم الاستعاذة هي مستحبة عند جمهور العلماء الاستعاذة هي مستحبة عند جمهور العلماء في بداية كل قراءة سواء في أول الصورة أو في وسط الصورة تمام سواء في إذا كنت هتبدأ من أول الصورة أو في تبدأ من وسط الصورة قال الله سبحانه وتعالى وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أما حكم البسمالة فالبسمالة هي سنة مؤكدة في بداية كل سورة معدى سورة التوبة ما عدى سورة التوبة يبقى البسمالة سنة مؤكدة في بداية كل سور القرآن ما عدى سورة التوبة أما إذا كنت هتقرأ من وسط الصورة فهذا مطلوق للقارئ تقرأ تبدأ بالبسمالة أو ما تخرجش البسمالة دي برحتك يعني تمام البسمالة لها أربع أوجه لها إيه أربع أوجه تمام ولها أربع أوجه وهو إيه أول حاجة وصل الكل تاني حاجة قطع الكل تالت حاجة وصل البسمالة ببداية السورة تمام والرابع اللي هو إيه وصل البسمالة بنهاية السورة وده من هي عنه بنهاية السورة الأولانية تمام الأولاني الوجه الأولاني وهو وصل الجميع لما تكون بتقرأ سورة وهتنتقل من سورة لأخرى إنك توصل الاتنين ببعض مع البسمالة تمام مع الاستعازة يعني الاستعازة والبسمالة تمام إنك تقرأ إيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول هو الله أحد ده الوجه الأول وهو وصل الكل وصل الاستعازة بالبسمالة ببداية السورة الوجه التاني هو قطع الكل الاستعازة الوحدها والبسمالة الوحدها وبداية السورة الوحدة إزاي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الوجه التالت وهو وصل الاستعازة بالبسمالة وقطع بداية السورة إزاي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد ده الوجه التالت الوجه الرابع وهو قطع الاستعازة ووصل البسمالة ببداية السورة وهو إزاي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأف بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد ده الوجه الرابع تمام؟ أما البسمالة بين السورتين البسمالة بين السورتين يا جماعة ودي برضو لها أربع أوجه البسمالة بين السورتين ولها أربع أوجه وهي تلات أوجه مباح ووجه منهم غير مباح زي ما قلنا إنك توصل نهاية السورة الأولى بالبسمالة ببداية السورة وده مباح إنك توصل البسمالة ببداية السورة وده مباح إنك توقف عند كل حاجة فيهم وده مباح المنه عنه أنك توصل البسملة بنهاية الصورة اللي انتهت منه ناخد الأمثلة أول حاجة وصل الجميع أي وصل آخر الصورة بالبسملة اللي هو إزاي من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم يقول أعوذ برب الناس يبقى أنا وصلت صورة الفلق بالبسملة بصورة الناس الثلاثة مع بعض وده الوجه الأولاني وده جائز تمام الوجه الثاني وهو قطع الكل إزاي من شر حاسد إذا حسن بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس يبقى ده اسمه قطع الكل وده برضو مباحة الوجه الثالث وهو قطع آخر الصورة ووصل البسملة بأول الصورة الجديدة إزاي نقول ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ده الوجه الرابع الوجه الرابع وهو الوجه الممنوع غير الجائز وهو إيه بقى إنك توصل البسملة بنهاية الصورة اللي خلصت وتقطع عن الصورة الجديدة إزاي تقول من شر حاسد إذا حسن بسم الله الرحمن الرحيم وتقف وبعدين تقول إيه قل أعوذ برب الناس ده طبعا منه عنه ولا يجوز ليه لأن أي حد يسمعك هيفتكر إن البسملة اللي انت قرأتها ديت جزء من الصورة اللي انت كنت بتقرأ فيها تمام والبسملة في أول صورة التوبة برضو عشان نكون خلصنا موضوع البسملة البسملة في أول صورة التوبة طبعا يكفي القارئ إنه هو يستعيز صورة التوبة مفيش فيها بسملة فيكفي إنك تستعيز فقط تمام وأما إذا هتوصلها بالصورة اللي قبلها اللي هي صورة الأنفال فلك ثلاث خيارات لك إيه ثلاث خيارات وهو وصل صورة الأنفال بصورة التوبة تمام بنفس واحد مع البسملة بنفس واحد تمام وهو بنفس واحد مع البسملة بدون بسملة يعني بدون بسملة تقول إيه إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله يبقى احنا كده وصلنا نهاية صورة الأنفال ببداية صورة إيه براءة اللي هي التوبة والوجه الثاني اللي هو السكت بينهم بمقدار حركتين تمام يعني زي سكت تلطفية كده نقول إيه إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله الوجه الثالث وهو الوقف بينهما بنفس تقول إيه إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله يبقى دول التلتة أوجه في حالة إن احنا نوصل صورة الأنفال بصورة التوبة وأتمنى إن يكون الفيديو عجبكم ونتقابل إن شاء الله في حلقة جديدة من حلقات أحكام التجويد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته